السلام عليكم شباب شخبركم التمنئ تكون بخير الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل كل شيء أدعو لأخوتينه الفلسطين وأهل غزه بان الله ينصرهم ويصبرهم وجين هو يتمشى تتقى بأمره وتقلى ابن صاحب المتجر لي مرضت فجأة ليلة أمس ويقولهم جين لماذا لم تخبروني في وقت سابق كان يجب أن تبحث عنه بمجرد مرض شياء وشياغ الليلة الماضية لي شياء وشياغ هي ابن صاحب المتجر لي وبلغت لتاو سبع سنوات إنها ليست جميلة وذكية فحسب بس تقسم طعامها أيضا وتعطي للباع المجاورين لها ولقد أعتنى بها جميع العماملة والعمات هنا ومع ذلك كانت في حالة صحية هشية ومذ ولادتها ومع أخذ هذا الحال في الأتباع فأن الجميع كان أكثر قلقا وخاصة بيعه في البداية يعتقد أنه كان مجرد مرض بسيط من كان يظن أن عشرات الأطباع سيتشذبتون أنهم عديموا الفائدة والآن أصبح المرض أكثر خطورة ويقول أجيز ثم أخذني إلى هناك الآن ويقول هذا المسألة تحتاج إلى اهتمام فوري العام الآن وينتبع عجوز وابن فتاة وتقول ماذا يفعله للبشر هنا ويقول أجيز يجب أن تكون ابن عائل شخص ما مريضه وطلبه من ذلك الشاب على جهة وتقول همثي تماما دعنا أن نذب أن نلقي نظره أيضا ويقول مرة شيئة وشوى غريب جدا ونظره تنفسه وكذلك درجة الحرارة كل شي طبيعي ولكن بمجرد النظر لحال شيئة وشياغ تبدو حالة سيئة للغاية هذا المرض شيء لم نرى من قبل ومن واضح أن جسدها طبيعي في كل جانب ولكن لماذا ويقول أبي صعب مترجيان توسير لك من فضلك لنقذ حياة شيئة وشياغ إذا كنت تستطع في ذلك وأنا على استعداد لعطائك الممتلكات عدتي وذل قصار جدي من أجلك ويقول لجين أنتم مارثنا لستونك حاجة القيام بذلك الأشياء وجياغ ذل قصار جدي بالتأكيد لكن يتصد ويقول لهم بذل قصار جيدك لن يكون مفيدة لتفاجره والنظر للخلف ويتون العجوز وابنته ويقول مش كنتك من في جسد هذه الفتاة الصغيرة لن يكون استخدام وسائل بشريك كافر حلها وتقول الأم إذا قلت ويأعظ غاضبه ولكن أبي أدى ويقول لا تحمسي يا زوجتي وتقول الفتاة قدت أن مشكلة ابنتك ليس شيء يمكن حل بأسالي بالبشر وهي تنظر إلى أبنته مرض ابنتك ومع ذلك يمكن للعملان العملان تخيل أن الفتاة في السري هي أنا ويقول العجوز عرغم من أني لا يستطيع انقضها يا ابنتك لأنها ستظرر هيمكن لكم التعايش مع ذلك ويقول أما مد شدة الظرر ويقول للعجوز في أظل الأحوال سيطان عليها البقاء السري البقية حياتها وإذا ستكون حمقى إلى الأبد لينصد من الأم وتبدأ بالبكاء وتقول ماذا يمكن أن نفعل أيضا هي ابنتنا الوحيدة والطالما هي تستطيع البقاء على قيد الحياة ثم لا يهم أي شيء آخر إذا تم يكد منقض حياة ابنتنا فنحن على استعداد ويقولهم جين ليس بهذه السرعة دعونا أفعل ذلك ويمكن شفاء جسد شيئا دون أي أثار لاهقة ويقول الأجوز هي الشياء بأترمان الذي تتحدث عنه وهم مستغربين ويقول جين نعم طبعا الحياة هناك العديد من طرق العيش أنا أفهم الشياء والشياء إنها شخص حياة وللغاية وتعب أن تستمتع مع أصدقاء وتعب أن تعجدون أي قيود وذا كان الثمن الذي تعين عليها دفع من أجل البقاء على قيد الحياة هو خسارك لذلك ثم بالتأكيد لن أسمحنا بذلك ويتفاجأ بالضغط الذي يأتي عليها الفتاة وتقول ماذا ابنتك من يجب أن تقرر من يعالجها أنت والدها وأنت يجب أن تقرر من يعالجها يتفاجأ إلى أبو الأم ويقولون هذا دع صاحب متجر جيان يجرب وتتنهد الفتاة وتقول سبب في أنني أردت أنقال الفتاة وأنني تعطفت مع وضعها بما أنه مختار ذلك الفاني فليكن ويقول أجلس ولدتها الفتاة الصغيرة بعد وغير معروفة ولكن لأن هذه القوة مخفية لغاية فأن لا تظهر في حياتها اليومية وتجعل فقط بنيتها الجسديا معرضة للمرض ولكن ما تقدم في العمر تصبح هذه القوة مجهولة عيضة أكثر فأكثر ولا يمكن يقابع الدبلوغ سبع سنوات هي الكارثة وماذا يمكن أن يفعل هذا الشاب ويخرج جينو وبره ونرى بداية تنتشر حوله الطاقة وتفاجأ العجوز وابنته يقولون هل هذا الوخص بالأبر وابدأ الجينو وهو يوخص بالأبر في جسدها وتبدأ الفتاة بالصراخ العملان انظر لم يستخدم هذا الشخص حتى المانا بعد وضع الأبر ما هذه الطريقة دون استخدام المانا كان قادر على طد العدوى المجهولة التي توغلت في نخاء عظامها وانا الجينو متعب ويقول استمر في تطبيق الوخص بالأبر جعلها كفزاعة متبهة بس للأبر واما لا جسدها بالكامل بالأبر واخيرا بدأت تفتح فمها ليخرجوا منها شيئا مجهول من الطاقة وتستيقظ وهي تصب دماء وهي يقول جين لقد علجت بالفن مرضى شيء وشيغ ومع قصد كاذمر الراح سوف تتعافى تماما وفي غضو الثلاثة يوم ستكون بصحة جيدة وتعمل مع والدها بالنشاط مرة أخرى ويبدأون عائلتها بالبكاء يقول صاحب متاجر جين نحن ممتنون حقا وانا جينيو يظل يراقبهم من بعيد ليتفت للخلف في التفاجأ بأن الشخصان كانوا هنا لقد اختفوا في لحظة ويفرحون عائلتها ويقول هل أنت بخير وتقول أنا بخير بفضل لخي جين أشعر بالتحسن كبير ويبدأ ندحون جين على هذا عمل المذهل ويقول جين أنه واجب ليس عليكم أن تندحون كثيرا وبعد لجين جين بسلاسة مرشوان الخطير لقد عادت المدينة لحالة السابقة المبيجة والهادية ونرى يعاول لرجوع المزل لطعام الثعلب لكن يجد شخصا جدا ولدي أمال عالية الآخر وتجار يحاول المشي وكان لم يرام لكن يوقفون ويقول جين لذا ننتظران هنا جسد هذه الفتاة وهي تنظر لي وتقول لقب هو تشو ودعا لي غير الرجل الذي بجانب يكون العملان ويقول جين هل أتيتم الرؤية للأجائز تتفاج لي وتقول ماذا يمكن أن يقول ذلك في قط هذا تشو لي كان من مفتا أن تكون قديس عشيرة تشو وبمكان أتلاح صلا ومستقبل عظيم مع ذلك تم قطع كل شي مسار الطاقة الهين السماوية أن المسار الأكثر رعبة في العالم الصقل وبغض النظر عن هويتك ومدام ويبتك فلن تكون قادر على 18 18 سنة كما أن يجعل المضيف غير قادر أن تاج السهر مما يؤدي لها تأكد مصدر الطاقة ويوم بعد يوم مما يسب له الألام الشديدة أما النسبة لها تشون ما فقط كانت من هذا العالم منذ إن كان الطفلة ويقول أم لا سيدتي أن أن تأكد أي حقا مرضك ليس مثل مرض تكر فتاة من قبل ولم نكن نعرف أين نجد العياج حتى كل السنة أو مجرد فان حتى لو كنت لدي مهار طبيعة فمنتازة فهي ليست نفس الشيء ويقول جيني نفس شولين هذا اسم جيد ولكن لا يزال لقب أشياء على حد ما وتقول لي أنا أعرف ولكن أنا بالفعل أملك كثير من وقت والخيار ويقول جيني إذا كان ذو الحال اتبعون إلى منزل وينظر لبعض من بعض وليس يدي خيار وثم يتبعون جين وبدا أتعبر حين رؤية المنزل يتغير تدريجيا إلى الرعب ويقول لهم جين هذا هو منزل ولدي كرسي على الجانب الآخر وهم يتفتون حول الفنا لينظروا بالمصفوف الفنا ويقول لأن حكمنا عليها بشكل خاطئ هيمكن أن يكون هذا الشيء ذو المظاهر الغير العادي أن يكون في الوقت خبير أن يتمتع بقوة إلا قوته على الأقل في عالم الخروط أو إذا ماذا سنفعل بعد ذلك لنياج من ليس كذلك ويتشتمر حالي ويتنظر إلى جين وهو يجلب الطعام إلى الثالب يتفاجئون أيضا وينصدمون بالتناول ويسع الطعام وتقول لين العملاء ليس هذا الثالب من عشر التوشان عشر الثالب ويقول الجزلان منذ يوم وانسمة أخبار تقول أن أمير عشر التوشان في عداد مفقودين ويمكن أنها سجينت من قبل ذلك الشخص لا يبدو الأمر كأنها مسجونة دعنا ننتظر فقط أننا نرى شيئا وتقول أكثر بذلك قليل وسكون على قادة الاختراق وتأقول وقاعت في حب الطبخ السيد ونجن ومس قدم ويقل مرض خريب جداً هذا شيء لم أراه من قبل وتقول لينغ سيكون صعبة ويقول عجوز كما هو متوقع ونرى لينغ ويحزين لكن جيني يوقفهم ويقول انتظروا لما قال أنها سيكون مستهيدة طالما تعاج بك صحي يجب أن تشرب بالكامل يتفاجعون وتسمع كلمة شفاء بالكامل لتفرع وتبدأ البكاء ويقول إذن مساء الطاقلين السماو هذا يمكن أن تشرب بالكامل ويقل جين وأنا هنا مساء الطاقلين السماوية لن تكون مشكلة طالما أنك لن تعمو تعطيني الوقت ستتعافين وينصدمون وثم بدأت تركي ويقول يا سيدي أرجوك اتخذ الإجراءات الشفاء ومن مساء الطاقلين السماوية هذا وسيكون ممتن لك للأبد ويبدأ العجوز بالبكاء ويقول نظر الخطور مساء الطاقلين السماوية عانى السيدة كثيرا وكان ممتن أن تكون قديسة العشيرة لكن عانى تكثم من آراء والكلام الهراء أنها موهبة بشكل واضح ولا تتجاوز حتى أخوانها الأكبار سنة ولكن غير قاد عاكب جماعة القوى السهرية ورؤية الأخير من حول تفوق عليها وعطل والآخر حتى والدها البيجيولوجي لم يهتم بها لأن هذا الشخص أملها الوحيد للتحرير من المعانى الناجم عن مساء الطاقلين السماوية ويقول أجين هي تنانس من فضلك نهضي لسه عليك أن تكون هكذا ويقرأ جزما ما فأسف ونتقبل بسرور ويقول جين ولكن منذ انصاب تكبر هذا المال سيكون لأمر مساجر للغاية سيكون لأمر صعبة بعض الوقت أحتاج أيضا لتعاون من أجل هذا من أجل من أجل هذا ماذا عني البقاء في المنزل وننظر يا جين لا يكيد تتفاجئ بالبقاء النفس وتتذكر أن لم تعدل العشرة في الوقت المحدد سيكون أبيها غاضبا بالتأكيد وبعد مرور بعض الوقت نرى الجين وهو ينته من الطبخ وأنه لم يعقم بعدات متجرة للباع وكل ما يمكن فعله هو طعام الثالب النبات وينتبه الخلف نرى لغو العملان وهم يعملون ويقول كل ما يمكنهم هو كل ما لديهم هو القوة الوحشية وليس حتى هي قوة صحرية وعروا من هذا الشخص ينسى قلان لأن قوتهم هي كل ما لديهم ويتقول لغو العملان هذا يجب أن نوافق على عشرة هنا ويقول العملان هذا الخبير هو أملك الوحيد أما بالنسبة للورس يشرح ذلك أدام ما نعود ويقول جين حان وقت الغدار لكن عجوز العملان ويقول نحن صاق لله نحتاج له وتقول الثالب يا الحمق جالون لا تتوسل الطعام في المستقبل وبمكان بعيد عن أرض يو المقدس ننتقل لأرض الثالب ويقول أنت تقول إذا قد تمها باسمه إيرب من قبل فرد قوي غير معروف وأنا رأي يعود الثالب ويقول للأمبراطور ويقول الامبراطور على رغم منها لم تؤذى لكنها أصبحت حيوانة رفا وشرح لي بالتفصيل ويقول الأجزاء صحية يا سيدي ورأي ذلك بأم عيني وأنا أغذى بالامبراطور ويقول وقع أنا الامبراطور الثالب آخر أقوى الشياطين في عالم الشياطين بلاط الامبراطوري الإنسان البشري الوقوف بالجانب سيد الأرض المقدسة الدرجة وتجاوز العجود أن تعتقد أن هناك من يتجرع الحبس ابنتي ويبدأ يتوسل إليه لأهدى باكسر امبراطور غاضب يقول أنني سأضطر إلى رؤية شخصية بناسي توشان فينغ أخبرني بالتفصيل عن هذا الإنسان القوي ويشرح لهذا الإنسان قوم مهر في فن السيف واخشى أنه سيكون صعب تعامل معه لذلك يا سيدي لا تعجد بلا تردد خذ بعض الوقت على الأقل ولأخذ عنصر توشان مقدس معك وبالطريقة ستكون فرصتك في استعدام مكانتك الملكي أكبر ويقول بارطوذك الذي عنصر المقدس ما يسيكون ذلك أفضل لأن العنصر المقدس متخصص في الدفاع ضد فن السيف لقد تقر الأمر همشي لانه واستعد مؤير ودعنا نرى إذا كان ذلك اللقيط الذي يحبس ابنتي يمكن التعامل مع غضبي ويعتس جين وتعتدين وتقول سيدة أنت بخير ويقول جيناني بخير لأنكنا صحيحة مسالات الطاقة السماوية الخاصة بك مرتبطة بالميزالين لأنك ولد فيها موجودة لذا تكذف الطاقة إن وعمت على التعديل قلبك ورعتك ما نحتاج إلى فعل الآن هو التخلص من الطاقة إن تحقيق توازن مثال بين الإن والإن وستحتاج إلى سحق هذه العشاء الطبية وإضافة الماء كالصباح ثم تناولها وتقول إن حقا نفقط على استخدام هذا الشعب ويقول جيني ماذا هل هناك مشكلة لكنها تفرح وتقول ليس هناك مشكلة وانتقل إلى العجوز ويقول أنه يجب أن تأخذ العشاء الطبية فقط تحقيق توازن مثال بين إين ونيوغ أن نحاول نجرب أولا وثم بدأت تناول قصة أبدا ونها تناولت وبدأت طاقة إن ونيوغ تتوازن بها وتخيل تدخل العالم الفواك وخضروات خاصة طماطع ويبدأ الصراخ لعجل العملان ويقول لها كيف التشعرين وتقول إن هذا الدواء هو فعال حقا يمكن أن يشعر أن طاقة المساراتي السماوية تتبدأ بالبطء ليفرح العجوز وإيضا يتفرح لهم ويبدأ البكار هذا عظيم إذا سأحتاج للذهاب إلى السيد وتقول لني أنت أذهب ويقول العملان فقط لحظة سيقوم فقط بشرح الوضع السيد ثم سأعود إلى جانب ذلك أنا لن أغادر في الحال ويراقبون جين ويراقبون بالسيف الذي حمل جين وتقول العملان هل أنت رأي ذلك السيد هو ويقول حتى سيف السيد قوي جدا وانت بليهم الثالب ويقول لما يسبق لهما روي العالم من قبل وننظر يطعم بحماس جدا وهم يمسوا عرفضه وانا يجلس جين وهو يعزفه وبعدها يطرق على شطرانج وبعدها بدأ الرسم ينسم بقرة فن الخط بقرة فن الخط ويقول عمي لينغ عمي أنا لا أريد أن ذا مجددا ويقول عي الظالان أين عي الظال أريد أن ذا مجددا وعرغم أن الإبن الخامس الإمبراطور دايان لم يكن مهرا مثل الآخرين في الهجوم لا أول لكنها استولى القيادة وشجع رجال القتال بعناد وشجعة كبيرة ولقد قادهم لكن هجوم الأول ما زال ينتج عنا خسارة إسراد دايان وكان الإبن الإمبراطور يبحث عن إبن جيشوان ويقول لها وهو جيشوان أنت تتعلم نسرد أنا المرة تكبدت خسارة كبيرة وإننا رحنا في رحلة استكشاف العشروك المجنهة الثابية ولكن نتعرض أيضا للهزيمة ورحنا وروحنا المعنوية سقطت وإذا أردنا عشر نجوم ثالث يجب أن يكون لدينا حتمية نصر ومن ذنه ما نحكي الخبير الكتابة يعني أننا لدينا طبعة جيدة عن دايان إذا أريد أن يساعدنا ويقول جيشوان لاب على حق تشينير يشعر بالخجر من نفسه وسيكون تشينير جاهز للذهب لأي مكان الخبير ولكن الإمبراطور يقف له ويقول ساذب معك تفاجه جيشوان يقول لها للتذهب أيضا وبعد أسبوع من التعافي يقول جين مصد جيس مكلان إلى التوازن بين الهين ونيانغ وبعد ذلك ستكون يعني الخطوة الثانية من العلاج العامية بسيطة للغاو سأستخدم بقط الوخز بربار تحفز نقاط الوخز بربار رئيسية في جسمك وأنا متحمسة لترتب كل شيء من قبل السيد جين وبعد هذا الأيام قليلة منها كاب الكامل وانا يقول جين العملان لقد قمت بالفعل بيدخال وخز بربار روسة تستغرق العملية بعض الوقت وقد حان الوقت تماما للذهب للمدينة تحضير العشاء الطبية وثم يشكل عملان جين وبعدها يقول جين الآن لدي ليس فقط ثعلة بالطعامة هناك شخصين لطعامة إذا لم أجل طريقة كسب المزيد من الفضة فسيكون بخير وإذا كان بمكان كسب المزيد سيكون ذلك أفضل ثم يخرج رسم ما وهي الرسمة لنفسه ويقول رسم هذا ليس رسمنا تجعلنا طباع الفن السيف رسم ذبح النجوم رسم يتباع الشخص عليها لكنه يشباني تماما وعلى الرغم أنني ناس تطع نسقط في العالم الخالي كل ما يمكنني شيئا هو أن تخير نفسي أذبح النجوم النساء ذلك سوف أقضى معي فقط منذ أن لم يتم بيع الرسومات قديمة هسا يكون الناس مهتم ببشرات جديدة ثم يقول عجوز سبقا قالت لك صعب مترجر جين ويعتمد على مزاجه ربما غدا وحتى الشهر القادم ماذا تسرع يا إلهي ونها تسرع على مبراطور السرديان وتقول عجوز حسنا لكن ما يعرفه إذا بالآن لا تقاط عملي ويقول صامتين ويقول جيشوانا بيبدو أن الخبير ليس هنا حقا وغنباطه يمكن خبير أن يختبئ عنها وتقرأ جوزا أنتمها هو صعب مترجع غناتما مهضوظا حقا وتفاجئ بقدوم جين ونها يتمشى بين الجمهور وشخصياته واسدوب ومشيهب ونها يخترق قلب الأمبراطور ويقول خبير من المؤكد ونها تقول عجوز قل لك هناك شخص ما يبحث عنك يا جين ونجين ينتبه إليه ونها جيشوان ويقول صعب متجر إن هذا أنا ويتذكر الطفل الفقير ويتظهر بأنه غني ويقول لها من هذا بجنبك ويقول لها جيشوان هذا هو أبي ونها أبي سعادة ويقول من جيد مقاتك صعب متجر غني اتفاجأ جيشوان بي ويقول لها مبارطة في حفل عدمي لا دعطاني ابني عاملك كهدية وعرغم من أني لا أفهم لأني أرى المعنى العميق وراء ذلك وحاولت فهمها كل يوم لكني ما أجزت لا أستطيع فهم ذلك لذا تركت ابني يقول لها سعاد متجر جيشوان النظر الإيك الآن لديك حق حضور غير عاد وساحر للغاية انا جيني يقول امنا مديعك مبالغ فيه انها مجرد كلمات مكتوبة يدوية فلماذا تهتكم لكم ويقول ان بلوك المصاحب متجر عن طاقة السيفة التي تمدد على ثلاث آلاف ميل وارجوح السيفة التي تهيز قرى التسع عشر ليس فقط كتابة جيدة فالمفهوم المبدع ليس سيئا لكنه ما زيت غير قادر على فهم من معنى كيف نصنع رجوحها بالسيفة التيز قرى التسع عشر ويقول جين كيف ترجح لرجوح السيفة القرى التسع عشر كيف أعرف هالتحاول إحراجي يجب أن نخبرهم بالحقيقة واخبرهم فورا أني لا أعرف ولكن إذا فعل ذلك فربما يعني ذلك كني غير كفو وننقذ ذلك أشبه بصفة نفسي على الوجه لينتذكر ويقول وجدتها وينطاق مباشرة ومتحمس الرسم الذي قمت به قبل أين قليلا كان ذلك قدم قادرت السيف وهو يحتوي على اسلوب فرض فهو أفضل من تاجر السيف الذي يهز القرى التسع عشر يمكن استخدام هذا الرسم ويجب أن تكون مختلفة من القصيدة حتى كنت سأقول هذا فهذا ليس صحيحا بالضرورة المفتاح هو كيف ترى بنفسك إذا كنت ترغب في فهم المعنى ستحتاج إلى أوريا المزيد لقد هذا ذلك ويبدو أن يديه لوحة هنا ويتعلق بالسيوف ربما تسعى إليه يكون في الداخل يتفاجئون ويفتع جين اللفافة وكأن مصيرهم الخاص على وشك الانتهاء بعدها انطلقوا عسر الدايان للحرب واحدثت دمارا عشير الروك بعسر الدايان وأطلقت تنين وأنا دمر عسر الدايان جيشها بالكامل لقد أصبحت دماء ويوضع يائس وجيشا كامل سقط في دماءهم بحرا من الدماء والأمبراطور ينظر إليهم ويصرخ ملك عشير الروك الجناح الذابي لألف السنين في الماضي لقد ظفرت بالنصر ضدنا وأخذت خمس قارات من يد عشيرتنا هذا ليست مجرد وصمارة لسلال الدايان إنه إذار للجنس البشري فليشهد هذا اليوم رد الهزيمة وموحو عشيرتك الوضيع وإذا استعدنا تلك القارات خمسة سوف نستعيد مصير الجنس البشري لكن هناك شخص يجيس وهو ملك عشير الروك ويقول يا لا منك هذه ليست مرعولة التي تقول فيها شيئا كهذا أني سيجي يونداو وأنت فقط تستطع تستطيع الكلام فيه ويقول الكلام غير معقول اليوم سأقول عشير الروك ذات لجنة الذابية وانتصر تماما ويقول الناس أيها الأحماق أنت تتكلم بهذه الطريقة على رغم أن جنودك قد تعرض العزيمة بالفعل انظر لي وأنا سأحق الباقي من الجنود ويتفاجأ بأن الامبراطور لديه بيده الملفف ويقول لها لذا هو سلاحك السر ضدي وانا يستغرب الجنود والفرسان وحتى وحوش الجنة الذابية ويقول لها ملك الوحوش أنت تجرع علينا التي تعالي لنا وينطلق مباشرة وانا الوحوش تنطلق مباشرة ويسرع دايان لتدميرها وانا الامبراطور يقول حان الوقت ويفتعل الففا مباشرة ويخرج خير جين ليقاتل لكن للأسف أنها مجرد نية سيف وبدأ سيف يصدع ويرفع جين وبدأ شخصية جين تتشكل وآخيرا يقول لامبراطور كذاب لا تخافوا أنها فقط خدعة ملك لكن ضرب واحدة من جين حيث استطعت النجوم وبالجميع رعبهم معين ضو ساطع جدا يخترق العالم يضعهم في حالة من الصدمة وكأن النجوم ترتعش يبدو أن السماء والكوكب وكل شيء في العالم ملفوف حوله ثم يتجين ويتبتسم وبدأ الضو يشع ويختفي كل الشيء وينظر الامبراطور وجيشوان أيضا ونرى يتدمر عشرة الوحوش بالكامل ويسقط ملك الوحوش الراكد جناح الذهب ويقوي ويضع جيش الوحوش الجامح سقط وفي عقل من ثانية تمسح قوم بالكامل ويقول الامبراطور لكن ليس هذا هو الأمر الأكثر داشة بل أن هذه الهجمة قد قطعت حتى النجوم السماء وانقطعها بالسيف وانرى هجمة قوية جدا وينظر إلى ملك الروك ويقول ببساطة ذلك السيف الآن جعل نشعر أن الموقع جاء من أجلي ويقول الامبراطور اسردان تطرف بخطئ كيار زائم أشير الروك الجناح الذهبي وذن يفكر أنهم قمامها لكن فتحوا اللففة مرة أخرى سيتم قتله ويقول الامبراطور لقد قلت من قبل إذا أثر أراضي الأدايا في سيدتي السراء لسيدين مطالب أخرى وينظر إليهم ويوافق ويقول الذي يخيار آخر في هذا الأمر أنه استخدمها مرة أخرى فسف القاعد فيه وثم تنتصر اسردها في هذا الجيش المعركة والقارات الخامسة اللقد عادت إلى الجنس البشري وخاصة إلى عشيرة الديان وخير يبكي من الفراح إمبراطور الديان ويقول خير عادت الأرضان ويبدو نستغالف على المعركة ويقول أن الأمر لا يصدق لقد فازت عشيرة الديان بالحرب العظيم الثانية ومن ماذا هناك فجوة سعى في القوة وهناك شي مريب حق يحدثونها سمعت أن رجل خرج من لوحة وأرجوها من السيف وفي تحفرها في النجوم ودمر جيش شياطي مباشرة لينداش الجميع ويقول أنه كان قديس من العصر القديمة وربما قديس من مؤسس عشيرة الديان لكن تدخل معيونة وتقول كلهما خطأ أنا أعرف من هو هذا الشخص عشيرة الروك الذهبية المجنحة قوتها لا تظاهف في العالم كلهما قوية للغاية في مجال الشيطان مع بنية جسدية قوية ومهما يكن وكانت المعركة بين سلالة الديان العظيمة وعشيرة الروك ذاتي لجنة هذبية كان فوس ساحق السلالة الديان ومع ذلك بدلا من قوة سلالة الديان يجب أن نقول الوجود المرعب للخبير وراء الكواليس جيانشن كل شي تحصي طرته ولا يمكن أن يكون بهذه القوة سلالة الديان العظيمة ليس تقطع عش الطرنج في يديه صحيح لا يجب أن يكون أمر بهذه السلالة صحيح إن كان يتحكى في عشيرة الديان فعلا ماذا سيفعل بعدها أنها قوة قوة البشرية أي قرار منها سوف يؤثر على العالم أجمعه ماذا إنما سيطرة بعدها لسيطرة كاملة على سلالة الديان العظيمة لا 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 سطع التفكير بعد الآن ثم تنتبه إلى إلى اللوحة تقول من اليوم الذي بدأت فيه الدراسة الصواء ومحاول أصدع مصدر افتقاري من الناحية البدنية والتأثير الجيد بشكل مشعش ويمكن أن أشعر بوضوع أن الفينيكس الجديد البارد قد تغيعت من ناحية الذينية ومن مستوى الزراع الخاص به في التحسن كذلك قوتي ولكن أيضا أنا أشعر أن هناك ما ينقصني وأنا تنظر الصورة وتدخل الجدار جبال الجديد ورغم أن هذه الصورة الألف الميال من الجديد يمكن أن تساعدني على تحسين زراعاته بس يبدو أن أن قاد جديد البارد قد وصل لأحد معين من الطاقة وتم استهجسدي بالفعل لكن لا يزال هناك شيء مفقود وفي البداية كنت أظن أنه مجرد خيال ولكن كلمة زاد قوتك لما كان أمر واضح هل يمكن أن يكون أنه فاق كان يعلم أنك تريد أصلاح جسد عنقاء الجديد خاص به لهذا أعطاني هذا اللوحة وجهه نطيف وشيطان ولكن في الحقيقة هذا الرسم لا يمكن أصلاح جسد عنقاء بشيء كامل وأن لها أثار الجانبي ويصيقوض التقييد وسبب مساعدته هذا هو لكي يقع في فقه خطوة بخطوة لكي يتحكم به بشكل كامل سحقا لقد خدعت بالكامل أنه خطأي لأني كنت جشعة في إصلاح رياقتي البدنية وكوني مثيرة للغاية وبالتالي لا أفكر في العواقب ماذا أفعل الجزء المفقود من جسدي سيؤثر بالتكالي الزراعة المستقبلية وفي الأصل أعتقد أنه يمكن إصلاح جسدي وزيادة قوة في قرب بقت ممكن محارب الجيانشين والآن هذا لم يحدث وإذا كان ذلك الشخص قوي كما أعتقد لا أستطيع أن أخبر الشيوخ المقدسة إذا عن هذا بعد وهذا وجود لا تستطيع أن أراض المقدسة بأك محاربته وإذا أخبرتم فأن هذا لن يجب سوى المتاعب ويبدو أنك طريقة واحدة فقط هو أنه الواحد القادر على الشخص هذا هو نفسه يبدو أنني يجب أن هذا بلا هناك مرة أخرى وانتقنا من زي جيانشين وأنا يعالج دين وتقول أيها السيشياب هل انتهى الأمر ويبقى صام الجين ويقول نعم لقد انتهى الأمر والشي تاله وغلي العشوب وشربه وأنا يقول أنا حقا مشغول هذه الأيام أذب أحضر أشياء الطبية لكي تتناولها ولم يكن مجتهدها كذا من زمن بعيد ولا يهم سوف أذب التناول أشياء أنا ذاهب للأشياء اهتمي بالمنزل وثم تشكر جيني لأنه لا جاوش تهتم بالمنزل ويقول العملان تم صنع الدواء يا سيدة من فضك تناولي وأنا تنظر خلفها إلى التطور الثالب وتنظر من هذا عشرة الثالب على حد عن منه هو أقوى خط دم لديهم هو إمبراطور الثالب الذي يديه خمسة ذيور فقط وهذا الثالب الثغير الذي يخط الدم الخاص بها مدهش وإنما كان مخطئا إنها ابنة إمبراطور الثالب ولديه 6 ذيور خط دم إلى التوشان النمو ولا تسأل لماذا هي مرسومها كذا إذا كانت حقها توشان مو أنها مباركة لكي تكون تحت رعا سيد لأن عشرة لعنت بعد الحرب ولم يكن هناك يطف الثالب نقي لدى التوشان مو 6 ذيور وعروب منها ليست قريبة من ذروتها لكنها تحتاج فقط للمواصلة البقاء بجانب السيد الشياب وبعد ذلك ستتمكن بتاكمي استمراء في التطور في النهاية إلى تسأل ذيور ليست مستحيلة عشرة توشان ثالثة ذيور التسعية لم تضر السنوات عديدة وأخيرا رقد رجعت بذيء الواحد يبدو أنها سوف تنام أنسى لقد حان وقت تناول الدواء وثم تتفق تناول الدواء وكأنها تصدر الشعور بذلك تأثير قطع الزوال السماوي يضعف ببطة مع تقدم العلاجة وهي يقول السيد قال أنه يبعث ثانية من جرع من العلاجة وفيهدث تأثير كبير وبمجرد السكما الجرع الثالث العلاج سيتم القضاء على الزوال السماوي تماما وبذلك الوقت سيكون قادر على تنمية من محتوى قلبي واختيار المسار الذي يريد أن أسلك وأصبح الجوبات فجأة وأن هناك شخص قادم ويطلق أنه الجريد إنها أماي وتتبع أماي للشخصين الأمامة وتقول السيدة ورجل عجوز من هذا الشخصين وحده يمكن أن يملك رفاقه لا يمكن ذلك وحده يمكن أن يملك رفاقه وحده لديه زراعة ضيفه والأخر لديه زراعة عالية أخشى أنهم لا يستطعون الوصول لعيون جيانشين أنا أرى إنهم بيادق نعم هذا هو الأمر بيادق عاديا أنا لا أزال أكثر أهميه ويتقول ليه لماذا أنا حزيني ويتظر ليه غريبا هنا من فترة ولم أرأي شخصيتي هنا لكن هذه الفتاة جميلة للغاية وهي أكبر قليلا مني إنها مزعجة ويقول العملاء سيدة صغيرة ولكن لم تهتم لي وتقول ربما هي ضيفة السيدة ولكن السيدة بيسترها طام ولكن ليس من الجيدة أن يستقل أحد دانا رهبا وتقول أمه أرحبا لكنها تجعلها بشكل مباشر لتنزعجين وتقول أمه أنت سيشاب يتناول عشاء لا يمكنك أن أدرك تزعجين ولكن تنظر الأمه ويقول لهذا ليس مشهرك وتقول له أنت مزعجة حقا وعيات العملاء ويقوله يا فتاة هذا ليس تصرفا ناذجا وعيات العملاء وهي تطلق طاقة جليل في كل مكان وتنظر الأمه ويصبح الجو بارد ليخبى نفسه تحت البطانية جين حياته الفتاة ليس من المناسبة وأن تدخل في ملايانيك وتنظر إلي ما يتقل هذا الرجل على جزء قوة ليست أضعف مني وتقول لني العملاء لكن ما يتشخر وتطلق طاقتها مباشرة جليدية يتفاجأ له العملاء ويقول أني العنقاج حقيقية أنت قديسة الريش ليهواغ ويقول ما أنت تعرف منك وماذا عن التنح جانبا ولكن تقول لي ما هو عظيم جدا حول قديسة الريش تظن نحن قبيل الباطلين إننا خافئين منك تفاجأ ماء بقبيل الباطلين قبيل الباطلين هو الجنس القديم موجود من ذا العصور القديمة وعنرغم إننا قبيل الباطلين من الجنس البشر ولكنهم ليس مثل باقد بقبائي البشرية قبيل الباطلين بشكل عام هي مختلفة في عالم صغير سري وهم لا يخرجون للعالم بسهولة حتى لو واجهت جنس البشر ينقرأ فهم لا يتدخرون حتى لو كان نحن الاثنان من البشر فأن السمع العرق القديم ليس جيدة هناك بعض الأشياء تقول إن هناك القليل من استطاع ونجام نوصور القديمة لا عجب من هم لديهم اتصال مع هذا كان يبدو أن هذا يجي ينخشين هو كان شرير من عصور القديمة والآن قد بدأ خططها مجددا لكن ماذا في ذلك ونها تأخذ خطوة للأمام وتطرق العملان وتقول إذا ندخل المكان ونها ليس شيء يمكنك يقاف ونها لم تهتم لهم لكن العملان يغضب جدا ويطلق طاقته وإضا ما يتطلق طاقتها مباشرة وتخلق قبيلة بطيئة وتعلم أكثر عنكم ونها يهاجم العملان ونها أيضا يتواجم مباشرة لكن يخرجينه هو يشخر ويعطس عطس ويطلق محالتهم بشكل كامل ونها صعقة بق كانها أنست عليهم ويندفعون للخلف ويقولون ماذا حدث لكنني متحمس ويقولون تنقى محالتنا بسهولة ويقولون جيني لماذا تجيوا بارجده ويصق عليهم صحرين لماذا هناك كثيم الضوضاء وأنا سيدة يومونغ أهل العمل القادم كنت قارقة من عدم موجود المال سيدة يومونغ تحقق ضيفة نادرة لماذا لا تتين معنا يتفاجأ لينغ وتقول هذا الشخص يعرف وتقول ماذا هتوقعت مني أنا تلونها لم ينتم استعدى مصدر الجسد بالكامل وهذا بالتأكيد كمين نصب الطرف الآخر ونرى لينغ وهي تشعر بالغيرة وهيقول لي جين تعالى الداخل من فضلك أن الجو في الخارج بارد قليلا ونرى التسام بالراقة ونرى ما هي تشعر بالقشارير وهي لينغ وهي تشعر بالغيرة وتقول سي الشاب لكن تعير انتباه إلى العملاء ويقول لا نعم سيدتي ويقول لا نعم ما هو اعتقادك بشأن علاقة وهو الأخير الأكبر ويقول أنها لأنها لا صعفها من العالم الكبير عرغم أنه هو قدسة لأنها لا تستعد دخول عيون سي الشاب وتقول إذا يمكن قلنا أنك السينيور ينصح مبتدع أي السينيور ينصح الجيل الأصغار العملاء لديه وجه نظار وعرغم أنه هو قدسة لأنه يمكن أنتم معها ولكن أي نوع من الأشخاص هو السينيور منذ مدة طويلة أنا لما كنهتم أريد أن أعرف سبب ترحيبة لا بابتسامة يجب أن تكون علاقة السينيور يرش الشاب بزغيرة نعم لابد أن تكون هكذا في الغالب أنها فقط علاقة بين السينيور والجينيور وعلى أكسي أنا لقد كنت عيش بجانبه حتى أن السينيور قد بذت جيدة لإستخطوط الخاصة به حتى يمكن القلب أنه قد بقينا ليلة سوية إن كنا سنتعظنا لقد فنقلب السينيور وهذا اليوم فقط المعلم يبتسم لأنه طيب القلب إنه مثل تو الثالب ولكن أعتقدنا بفضل لأمرأة القوية والمهوبة لذا علي أن أعمل بجد أجل وتحت حمس ويقل عملان وهو يتنهد دعنا نادع السيدة الشابة تهتم بأمورها الخاصة وينتقل إلى جينو ووماي وينعبون شطرنج وبعدها يرسمون الرسم وبعدها تجلس بشكل مريح ويتتناول ماي وتكسب السلام الدعم لكن يقاطع جينو ويقول ماذا سيدة يوان هنا وتقول ماي هذا الشخص حقه خطير ويقول جين نسى سيدة يوان خذت على مايرام قد لا وتقول ماي نفسته نفرة تبدو مريحة واتسامة تجعل الناس يشعرون بالطمانينة الجو من حوله يبدو سنمه مريحه وفي نفس الوقت يجعل الناس منغمسين فيه دون وعي ويقول جين نفسه مخارقة قد أصبح الدخل لا يكفي أنا محظوظ لأن هذا الفتاة هنا يجب أن أكسب المزيد هذه المرة وعلي الله جعله تشك به وتقول ماي كنت أود أن أجذب لهذا الوهم لو لما يكن فقط حازمه في الزراعة يجب أن أجعل الذين صافيا أيها الرئيس اللوحة القديمة في المرة الأخيرة فادتنا حق كثيرا ولكن هناك شيء لا أفهمه ينظر إلى جين بتوتر وتقول ماي يبدو أن هناك شيء مفقود بها ومن الواضح أنني قد ما يكفي وقد اكتشفت من ذفة طويلة أن الفخر الذي وضعه في اللوحة قد اكتشفته وقد أن أرى كي سيتفسرها ويقول جين نفسه ماذا شيء مفقود ويحاول تفكر بالحرص هو الجواب الأسطوري وهو أنا لا أعرف ما هو المفقود كيف لي أنا أعرف الشيء المفقود الصورة الألف مين من الجيد لقد رسنتها جيدة ويجب أن تكون جيدة من ذلك أنها تحتوي على الفرشة أو مفهوم فني كيف يمكن أن هناك شيء مفقود وتقول نفسها أيضا ماي أنظر تعبيراتها عرفت أن هذه الطريقة ستنفع معه هي هي ويقول جين أنا أرى هل سيدين هنا تنظر إلى اللوحة كل يوم ليت تفاجأ وتقول في الواقع هي متردد لكن جين يقاط على القرآن صحي عندما تحدقين في اللوحة أنت فقط تفهمين منظر أنت لم تحاول فهم مفهوم الصورة عند الرسم أنت تعرفين فقط الجد لا العظم أنه مفهوم فني نعم أنه مفهوم فني لا عجب عن رغم أني من أنا رسمت اللوحة لأن ما رأتي راعي ومفهوم فني مرتفع للغاية وأيضا أنت قد فهمت القليل من مفهوم الفني أنت من بك عليك أنت فهم اللوحة كلها أنت السبب ما زيتم غير مهالية هذا صحيح وأنا في حيرة من أمرها وتدوخ ماه وتقول ما الذي يعني هذا ها هو يقول أني مهووسا جدا بهذا اللوحة أم أني فقط مستجلة في الصحة الدستوري خاصة لكن ماذا غفلت ليس هذا الشخص يحاول أن يترك العيوب وعمدها في لوحاته حتى يجتمك من خداي ويقول جين آه انتظر أن تذكر أني قد وضعت هنا وتقول ماي ماذا يعني جينغجين بالضبط أن عقلي ولم يعد فتفكير أنه أرب في المتحف حيث تم ضعب مرار السيف والمنحوتات حوتات حجرية من قبل وهناك عرضا اخر بجانب السيف هيقول ان الدايان عنصر اخر من سلال الدايان العظيمة انها تبدو مالوفة اعتقدني قد رأيتها في الكتاب قديم انها تحتو على رمو السرية منقوشة بها انها تبدو مثل ذلك الذكيت في الكتاب مثل وها تحاول التفكير وخيرا انت تنهد لتتذكر بانها بكاسو وانها تعني ختم الامبراطور النهاية ان اعجبك الفيديو ضع لايك واشتراك وشكرا